خمسة وتلاتين من الدورة الانجليزي الممتاز واسبوع من نار في دورة حبة فوق وحبة تحت الاسبوع بدأ بالإخاء الانتقام والنار ما بين جوارديولا وبتشتينيو من منشستر سيتي وتوتنم بعد خروج منشستر سيتي على ايد توتنم من بطولة دورة ابطال اوروبا من ربع النهاء البطولة جوارديولا بدأ المطش بنفس الطريقة المعتادة بتاعته اربعة تلاتة تلاتة الا انه بدأ اللقاء مريح فرناندينيو على ديكة البودلاء وبيلعب في نص الملعب جامدوجان وجابه ديبروين وفودين وبدامهم بيلعب برناندو وستيرلينج وأجويرو وورا بيلعب على الناحية اللي مين شمال زيتشينكو الدولة الاوكرانية على حساب دلف وعلى حساب مندي اللي عملوا مباراة سيئة جدا في زهاب وعودة ربع نهاء التشامزليج والبين دفاع ستونز على حساب كامبانيو وي لابورت دهيا دهيا اخر مطشين دهيا اخطاء دفاعية قاتلة من لابورت من ناحية التانية بوتشتينو بدأ اللقاء بيلعب بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد مريح فيها دانيروس ومريح فيها تربير ومريح فيها وانياما ومريح سوسوكو تقريبا مريح معظم العناصر الاساسية وبدأ في فويس سانشيز فرتونخن واردرفاير قدامهم اتنين ارتكاز بين ديفيس وجامبو دير اللي راجع من الاصابة تلاتة منار لوكاس مورا واريكسون واسون وقدامهم ديلي الي وبيغيرهم في المراكز ديلي الي اريكسون واسون وقدامهم لوكاس مورا وبيعملوا تبديل مراكز رهيب بتتحول لطريقة خمسة اربعة واحد وبيعتمدوا على هجمات المرتدة. في اول خمس دقايق اه بيرناندو بيرفع عرضية لاجويرو اللي بيصلحها الفودين اللي بيحرز الهدف في اول خمس دقايق وهو هدف الفوز وبينجد جوارديولا لان الماتش باقي الماتش كان سجال ما بين الفرقتين وقدر توتنام ان هو عن طريق الهجمات المرتدة يروح باكتر من كرة الا ان الموسم ده هتعامل لقاءات اروع مما يمكن وقدر ان هو يخرج من الماتش ويخرج في سبعتاشر اللقاء جوارديولا كان هيخسر النقطتين التلات نقطت او يخسر نقطتين على اقل تقدير بسبب سوء تمركز دفاعه واللي ضربه سونو اللي ضربه لوكاس من مورا اكتر من المرة الا ان ديرسون قدر ان هو يشيل اكتر من اربع فرص محققة. وانتهى اللقاء بفوز منشستر سيتي على توتنام واحد سفر. ودوت بيودينا الماتش تاني وهو ارسنال وكريستال بالاس. طبعا انتو عارفين كمشجع ارسنالاوي ومدفع جديم. حب اقولكم ان ارسنال كان في ايده فرصة ذهبية ان هو يقتنس المركز التالت وهو حاطت رجل على رجل بس تقول ايه? ارسنال عادته اللي عايشتريها وكعدته بيخسر من قصاد كريستال بالاس وبيفرت في تلات نقط مهمة في الصراع على المركز التالت مع توتنام. وبيخسر تلاتة اتنين على ارضه لأول مرة من خمسة عشرين سنة قصاد كريستال بالاس. ودي حاجة غريبة جدا الموسم دوت لارسنال. وهي تزبزه بالنتائج وتزبزه بادائه في المباريات. يعني بعد ما تغلب نابوليز ذهب وعودة في اليوروبا ليك في ربع النهائي. ترجع تخسر من كريستال بالاس المركز الاتناشر او التلاتاشر في الدورة الانجليزي. يعني حاجة غريبة غريبة. ودهات بياخدنا الماتشي التالت وهو ايفيرتون ومنشستر يونيتد. وقبل ما ندخل في تفاصيل اللقاء عايز اقول لكم شوية اركام. ايفيرتون الموسم دوت اخر خمس لقاءات. اا اخر خمس لقاءات في الدورة الانجليزي قدر ان هو يتغلب على ارسنال واحد سفر. يتغلب على تشيلسي اتنين سفر. يتغلب على اوستهام اتنين سفر. يتغلب اا اخيرا اتغلب اا اتغلب في الماتش اللي فات من فولهم اتنين سفر في لقاء اا خارج التوقعات اا والماتش اللي هو اللي بنتكلم عليه النهاردة قدر ان هو يتغلب على منشستر يونيتد اربعة سفر. ايفيرتون الموسم دوت على ملعبه خسر خمس موتوشة بس. لك انت تتخيل ان ايفيرتون ايفيرتون يعني ايفيرتون اللي كان اي فريق بيدخل جاء هبه يخسر يخسر التلات نوعات. ايفيرتون الموسم دوت خمس موتوشة بس على ارضه اللي خسرهم. ومن ضمنهم اا ماتش اخر ماتش ليه على ارضه خسره كان في شهر فبراير قصاد المان سيتي وده اخر ماتش يخسره في الدورة على ملعبه. اا فريق جامد فريق بيلعب كورة على الارض وبيحرك الهجمة. الناحية التانية منشستر يونيتد في واحد من اسوأ موسمو على الاطلاق تمانية بيستقبل شباكو تمانية واربعين جون. وده بيوضح لنا قد ايه ان خط دفاع منشستر يونيتد مش موجود اصلا. وده بياخدنا النقطة وهي هل مشكلة منشستر يونيتد في مدربه? يعني جوزي مورينيو لما ساب الفريق كان في المركز السادس بفرق تسعتاشر بنقطة عن المتصدر. سلشاير حاليا في الوقت الحالي من انا وبتكلم معاكم. فريقه منشستر يونيتد في المركز السادس وبفرق اتنين وعشرين نقطة عن المتصدر. مش شايف ان المشكلة في مدرب قد ما هي مشكلة لعيبة. معلم بوكبا مش موجود. اه بوكبا مزاجانجي. مش موجود في الخدمة يبقى منشستر يونيتد مش موجود لان كل اللعبة بيعتمد على بوكبا في نقل الهجمة من الدفاع للهجوم. ندخل في تفاصيل الماتش. وايفيرتون بيلعب منشستر يونيتد على ارض ايفيرتون وايفيرتون بلدة اللقاء بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد. بيعتمد فيها على كل من يمين شمال. بيعتمد على اتنين قلبي دفاع. كين قلب دفاع المنتخب الانجليزي. وجنبه زوما. قدامهم اتنين من نجوم اللقاء وهو جانا وجنبه شنايدرلين. وايا كان مين اللي بيبقى موجود جنب جانا از كان اندري جوميز الموقوف بسبب ترقم الانزارات او شنايدرلين نص ملعب ايفيرتون ملوش حل. قدامه تلاتة ريتشارلسون الدولة البرازيلي عن ناحية اللي مين بيرناردو الدولة البرازيلي عن ناحية الشمال. فقلبهم في وسطهم معلم نص الملعب سيجيرتسون. قدامهم اا كيلفرت لوين. الناحية التانية اا منشستر يونيتد بدأ بطريقة لعب اربعة تلاتة تلاتة وتبال لنا هجومية. وبدأ سولشاير بيعتمد الناحية اللي مين على لندلوف بحيس ان هو يقفل الناحية الشمال بتاعت ايفيرتون واعتبرها غلطة من سولشاير. اتنين قلبها دفاع اسمولينج وجونس. الناحية الشمال دالوت قدامهم تلاتة نص ملعب. ماتتش اللي راجع من اصابة وقدى ماتش سيء جدا وجامبه فريد قدامهم بولت بوكبا وتقريبا السلاسي بتاع خط النص مكانوش موجودين. قدامهم مرسيال شمال راشفورد يمين. قدامهم المعلم لوكاكو انا مش موجود. الشوت الاول في اول تلاتاشر دية قدر ان هو يحرز جون من رامي التماس. يعني اتخيل ان في رامي التماس بتتلعب وبيحرز منها جون عن طريق رامي التماس تلعبت من لوكاس ديني واستقبلها اا حد من مدافعين تقريبا عدت من حد مدافعين واستقبلها في الشبكة في نص جون دخية ما شافهاش. لك انت تخيل ان الهدف الرابع بنفس الطريقة بس بيختلف مكان رامية التماس وده بيوضح لنا قد ايه? ان منشستر يونايتد في اا الضغط العالي سيقين جدا وفي نفس الوقت مش قادرين يطبقوا فكرة الضغط العالي وبالعبه بطريقة الضحك العالي وحاجة مهزلة. المرامي التماس في نص ملعب بتتلعب بتروح اللي بيروح الفراد بديخية وبيحرز الهدف الرابع. يتخلل دول هدفين. هدف في نهاية الشوت الاول عن طريق سجيرتسون بشوتة من برا منطقة الجزاء ملهاش حل. ويجون لوكاس ديني واحد من نجوم اللقاء قبل ما يخرج مصاب بنفس الطريقة من برا منطقة الجزاء في الزحمة دي خيهية حتى ما عملش عليها تراهي. الشوت الاول انتهى اتنين سفر بسيطرة تمة استحواز على نص الملعب حتى خروج الكورة. تسعين دقيقة ما بيشتتش كورة. ما فيش كورة شتتها غير عن طريق حارس المرمى. اه حارس المرمى المنتخب الانجليزي اللي كانت الكورة بتروح له لو حد ضغط عليه من لعبة مانشستر يونايتد وده نادرا ما كان بيحصل كان بيشتت. الا كده الا ازا كان بيبني هجمة وبيبني عن طريق الشمال واليمين. الشوت الاول تماما ريتشارلسون فاتح جابها مع كولمن على الناحية اليمين. ويه لوكاس ديني وبرناردو فاتحين جابها على الناحية الشمال. وده قد بياخدنا النقطة ان في الشوت التاني كان لازم يعمل تغييرها فسحب واحد من قلوب الدفاع وهو جونس لقصبته واعتمد على اشلي يونج يمين وجال اندروف في قلب ادفاع جنب سمولينج. ويخرج فريد ونزل مكانه مكتوماني. الا ان الاداء ما تغيرش اطلاقا. وفيدل ماسك كورة شوية الا انه مش قادر يجاري اا 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 افيرتون وده يوضح لنا ان الفريق كان خارج نطاق الخدمة. مانشستر يونيتد مستنيه ماتش جامد مع مانشستر سيدي هيحدد بنسبة كبيرة مين هو بطل الدوري السنة دي اسكان غريم التقليدي لمانشستر يونيتد او مانشستر سيتي الغريم التقليدي التاني لمانشستر يونيتد. الماتش الرابع اللي معانا ليفربول وكاردف. ليفربول تاني اخوة خطوا هجوم في الدورة الانجليزي بيلاعب تالت اسوأ خط دفاع في الدورة الانجليزي. وده خلاهم يعني ماتش اه لليفربول طول الماتش تقريبا. الا ان كاردف كان عنيد وكان اه خلا ليفربول يقدر ان هو كاردف قدر معلش. اه كاردف قدر ان هو يثبت جدارته لمدة ستة وخمسين دقيقة لا اكتر ولا اقل. ليفربول بدأ اه بطريقة لعب اه اربعة تلاتة تلاتة. طريقته المعددة ده ارنور روبيرتسون اتنين قلبي دفاع كابتن ماتيب كابتن الكاميرون جابه وفان دايك قدامهم سولاسي هندرسون اه كيتا وفينالدوم قدامهم سولاسي النار ماني صلاح فرمينيو. اللي كنا بنشوفوه في الشوت الاول ان فرمينيو بينزل استلم الكورة على اساس يفتح لعب للجناحات ليفربول اللي مقصرة بشكل كبير مع ليفربول موسم دوت صلاح تمنتاشر جون وماني تمنتاشر جون وحتى فرمينيو باثناشر او تلاتاشر هدف. الشوت الاول تماما سيطرة تمة لليفربول وروحها او روحها الجون ويضيع وروحه يضيع كانت فرقة معاها اللمسة الاخيرة. اللمسة الاخيرة كانت مهمة جدا الا ان في الشوت التاني بدأ ليفربول برضك بنفس طريقة اللعب استحواز تام ضغط عالي وهبا روحها الجون يا معلم وضيع روحها الجون وضيع. لغاية الديها 56 ورقلة ركنية من ارنولد وبدل ما هو كان بيلعبها على العرضة القريبة او في منتصف منطقة الجزاء او على العرضة بعيدة غير من طريقة لعبه لضربة ركنية ولعبها متوسطة تقريبا جت على الرجل اليمين اللي لحبتها في الجون والجون الاول وفتح اللقاء تماما. بعدها بدقائق بسيطة جت ركنية لفريق كاردف اه من ناحية الشمال اه بتتلعب اه 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 اليسون بيكر طالع مسك الهوى الحصن حظه ان الكورة عملت كدهوت لموريسون واحد من نجوم كاردف في المطش. بعدها ما فيش تقريبا اه ميلنر مين? اه كيتا نبي كيتا خرج ونزل مكانه فابنيو بعدها بخمس دقائق تقريبا فابنيو تصاب ونزل مكانه ميلنر. بعدها بدقائق بسيطة دور المصري محمد صلاح نجمي لفربول قدر انه هو ياخد ضربة جزاء ويسددها ميلنر ويجيب منها ويجيب منها الهدف التاني اللي قضى على احلام كاردف. دلوقتي في نفس الوقت تقريبا بيلعب تشيلسي مع بيرنلي وهنشوف ايه اللي ممكن يحصل. ارسنال ضيع من ايده فرصة زهبية للاستحواز على المركز التالت وتوتنم ضيع من ايده فرصة زهبية انه هو يسبت مكانه في المركز التالت ومانشستر يونيتد كعته الموسم دوت واهداف بالجملة واحد سواله حرك. وهنشوف ايه اللي ممكن يحصل في الاسبوع دوت. ليفربول في الصدارة تمانية وتمانين نقطة. من سيتي بعد منه ستة وتمانين نقطة. توتنام سبعة وستين. ارسنال تشيلسي بنفس الرصيد ولكن الافضلية بالاهداف لارسنال ستة وستين نقطة. والمركز السادس مانشستر يونيتد زمكنا موناجنا. اشتركوا في القناة